خنينا نتكلم شوية عن بطولات الخريقة تكلمت بقى عن حاجات whichyca هنتكلم عن شوي 7 حاجات كمان شيقة جدا 9 كم سقول اللي جايين نتكلم عن بطولات الخريقة یعவلك حاجة انا مأرة هو ان انا نتكلم عن بطولات خريقة، حصلت في الناس الناس متخيالين لنداك سأقولicht لا في ناس فيه ابطال في عرب 67 ولكن احنا ما عرفنهمش يعني منهم البطل اذا كانوا ماسك الكتيبة فرافها البطل ده وقعت قذيفة على خيمة بتاعته خيمة القيادة تقطعت رجلي فافتكروا أنه مات وبلغوا أسرته أنه مات لكنه بعت لما خرج تعامله الإسحافات ده في المكان طلب أنه يرجع تاني لمركز القيادة ورجله مقطوع لسه مقطوع فرجع تاني في مركز القيادة عشان تاني يكمل والسوشه التاني فده البطل للسوشه مرتين ده بطل خارج فعلا مثلا الفريق الشازلي فريق الشازلي يوم 5 يونيو اتحرك لما لقى الطيرات بتضرب من فويه والاتصالات تقطع بينه وبين القيادة فاتحرك بالكتيبة بتاعته ودخل فوامق في الصين والسخبة ما بين جبالين فمعرفوش يضربوه لما عارف ينقل الإشارة ويطلبوا منه أنه ينسحب قدر يعمل انسحاب تكتيكي من بر حدود مصر لغاية الضفة الغربية في القناة بالليل ويفقد من 10 إلى 20% من قواته بس وعدى بكل أسلحته وكل حاجاته وكل حاجة فده طبعا بطولة خارقة حاجات شبه كده اه في بطل مجهول مثلا ده في تبة العريش ده لما طلع فوق التبة وفضل هو معه سلاحه بس فضل ما خليهم مش عارفين يعدوا لغاية لما حصروا بقوات أكبر منه بكتير عشان يعرفوا يعني يوقفوه ففي مصريين عملوا بطولات خارقة في وسط ظرف أصلا كان صعب من هنا كانت البطولات خارقة أكتر طبعا طبعا خلينا نتكلم عن مهارات فردية بتكلمت في إيه عن مهارات فردية وكانت أكتر المهارات اللي كانت يهمك أنت توصلها للقارئة لأ معارات فردية مثلا إزاي ممكن أن تبقى مليونير مثلا مثلا إزاي الناس الأغنية بعض الناس بيفتكروا برضو أن الغني ده يعني دنيا كانت كلها مسهلة لي لأ في ناس اتعرضوا للتأميم مرة واتنين وتفلسوا بعد كده ومع ذلك كانوا يفضل يقوم فأنت لما تشوف تجربته هو إزاي كان بقدر يوقف تاني فأنت بتتعلم منه مثلا يعني ففي دي معارات فردية معارات فردية وكنت بتقدم من خلالها درس أكيد يستفيد منه القارئ طبعا لا ما أنت بتستفيد أنت بتسمح حكايته في غصة ما بتسمح حكايته يمكن أنت تقول ده أنا المشكلة اللي عندي أقدر أتخطاهنا وأقدر أعمل أنا كمان حاجة